خليني كمان أروح مع حضراتكم للي بنعيشه في منطقة الشرق الأوسط من صراعات مستمرة أحداث لا تمت للعقل بأي سلم في الوقت للدولة المصرية من اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي وهو في شهره السابع دلوقتي ونزيف الدم المستمر في الأراضي الفلسطينية تحاول أنها تقود هذا العالم لحل للأزمة الفلسطينية بكل السبل الممكنة لكن الحقيقة أنه العالم برضو مليان أطراف بتتعامل مع المشهد بعبثية شديدة بسياسات غير عاقلة على الإطلاق ولا تكترس لأي أزمات اقتصادية بتضرب العالم كله لفارق معاهم أزمات اقتصادية ولفارق معاهم مشاهد لأطفال بتموت وأسر بتتجوع وتتشرط وبيوت بالكامل بتتدمر ومصائر الشعوب بتنتهي وبتضيع الحقيقة أنه وإحنا بنشوف كل ده بتشوف دور الدولة المصرية السابت والواضح من البداية والقيادة المصرية اللي بتدير هذه الملفات عن قرب وتعي تماما وبحكمة شديدة تفاصيل هذه القضايا وأيضا مفاتيح الحل ويمكن الحقيقة هنا نقعد نفضل نقول على موقع مصر اللي إحنا طول الوقت من وإحنا صغيرين في المدرسة بيعلمه لنا مصر في قلب الدولة في قلب الدول العربية وفي قلب العالم تماما والحقيقة يمكن ده اللي بيفرض على هذه الدولة هذا دور بيمرس بحكمة شديدة في هذا العالم المضطرب بشكل كبير